تواصل قوات التحالف وفرقها المتخصصة جهودها في عملية عادة الأمل في شق طريق التقدم وتحرير بقية الأراضي اليمنية من أيدي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح فرق فنية متخصصة من قوات التحالف تعمل على نزع الألغام وتطهير الممرات من المتفجرات التي خلفتها الميليشيات وذلك لتأمين المناطق التي يتم تحريرها ولحماية المدنيين تشارك في هذه العمليات مجموعة تابعة لوحدة الهندسة الميدانية من قوة دفاع البحرين كاميرا مركز الأخبار رصدت إحدى تلك العمليات الزميل بسام لبدوي والتقرير التالي تقدم متواصل من قوى المقاومة الشعبية والجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي نحو تحرير مدن اليمن وقراها من أيدي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هذه العصابات التي لم تكتفي بما ارتكبته بحق اليمن وشعبه من تمرد وانقلاب بل إنها تعمدت نثر الألغام وترك المتفجرات خلفها بعد كل هروب بغية الترهيب والتخويف قوات التحالف وفرقها الفنية تعمل بجد على تمكين المدنيين من العودة لمنازلهم سالمين آمنين من خلال تطهير الممرات من الألغام والمتفجرات كاميرا مركز أخبار تلفزيون البحرين وقفت أمام عملية من هذا النوع يقوم على تنفيذها فريق من وحدة الهندسة التابعة لقوة دفاع البحرين أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا التغرير الخاص حيث تقوم كاميرا مركز أخبار تلفزيون البحرين بمرافقة فريق إزالة المتفجرات والألغام التابع لوحدة الهندسة الميدانية في قوة دفاع البحرين حيث سيقومون بتفجير الألغام والمتفجرات التي خلفتها ميليشيات الحوثي وصالح والهدف من هذه المهمة هو فتح الممرات وذلك لفتح المزيد من الجبهات والتقدم نحو المحافظات الأخرى تكجير 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 حاليا تقوم وحدة هندسة الميدان الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين في مساعدة أخواننا في قوات التحالف من خلال تطهير وتدمير وإزالة الذخائر والألغام لمساعدة القوات على التقدم لفتح جبهة أمامية في أحدى المحاور وبموازات ذلك يواصل رجال قوة الواجب اثنين من قوات دفاع البحرين انتشارهم في جبهات ومحاور مهمة عديدة في مختلف المحافظات اليمنية نحن حاليا في أحد جبهات القتال الأمامية جنبا إلى أخوان نقوات التحالف المشتركة لتأمين الأراضي التي تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ومتأهبين وجاهزين لأي واجب يطلب منا كفاءة عالية وجهود مخلصة هؤلاء هم جنود قوة الواجب اثنين لا تخلوا أي عملية أو جبهة من سواعدهم الثابتة على مبادئ الحزم والأمل المتمثلة في دعم اليمن وشرعيته بسام نبدوي لمركز الأخبار في تلفزيون البحرين محافظة لحج